شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مرسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في مجال الأمن السيبرانية يهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطط تنفيذية للأمن السيبراني وكذلك إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبمجب البرتوكول يتفق الطرفاني على التعاون لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطع الكهرباء لتأكد من متطلبات الأمن السيبرانية